بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالحمد لله الذي بلغنا العشر الواخر من رمضان وبلغنا هذه الليلة المباركة ليلة إحدى وعشرين وكل ليلة من ليالي العشر يمكن أن تكون ليلة القدر ولذلك اخترنا في هذا اليوم أن نتحدث عن سورة القدر وعن ليلة القدر تعريفها وأقوال أهل العلم فيها وفضائلها وخصائصها وما يتعلق بها لعلها تكون فاتحة خير لهذه العشر ليلة القدر هي جملة مركبة من كلمتين الكلمة الأولى ليلة والكلمة الثانية القدر الليلة مفرد من الليالي وهي في اللغة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني هذا الليلة وأما في الاصطلاح الشرعي فهي على قسمين الليلة عند الله وملائكته والليلة عند الناس أما الليلة عند الله وملائكته فتبدأ من صلاة العصر إلى صلاة الفجر فإذا كانت هذه ليلة القدر فقد دخلتم فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ملائكة النهار ينزلون وقت صلاة الفجر فيبقون فيكم إلى صلاة العصر ثم يعرجون إلى الله ويسألهم الله جميعا ملائكة الليل وملائكة النهار فيما تركتم عبادي فتقول ملائكة النهار أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فيقول الله لملائكة الليل والنهار أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم فمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر غفر لك اليوم ومن حافظ على صلاتي الفجر والعصر دخل الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة قيل وما البردان يا رسول الله قال الفجر والعصر وصلاة الفجر والعصر هما أفضل الصلوات فسبحان الله حين تمسون صلاة العصر وحين تصبحون صلاة صبح وعشيا مغرب العشاء وحين تظهرون الظهر هذه الآية قدم الله جل وعلا فيها الصلوات على حسب فضلها فبدأ بحين تمسون وهي العصر ولذلك قيل إن صلاة العصر هي صلاة الوسطى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عندما حبسه المشركون عن صلاة العصر حتى كادت أن تغرب الشمس قال حبسونا عن صلاة الوسطى وهي الصلاة التي فعلت بها أو فعلت بسليمان ما فعلت عندما نظر إلى الخيل وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب يعني توارت الشمس بحجابها ردها عليه فطفق مسحا بالسوق والعناق إلى آخره وقد أخسم الله بها في سورة مستقلة والعصر إن الإنسان الذي يخص إذن ليلة عرفنا معناها اللغوي ومعناها الشرعي الذي تترتب عليه العبادة وهو من صلاة المغرب لترتب عليه العبادة كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل يعني إلى غروب الشمس فهذا الذي تترتب عليه العبادات لكن الأجر يترتب على غير ذلك فالله عز وجل قد زاد في الأجر وأجر عمل الليل وزاد في أجر عمل النهار عندما ننظر للنهار حقيقة هو من طلوع الشمس إلى غروبها والليل حقيقة من غروب الشمس إلى طلوعها لكن الله جعل لنا في النهار ما ليس منه فضلا وجعل لنا من الليل ما ليس منه فضلا وأضاف ما كان من النهار للنهار والليل معا وما كان من الليل للليل والنهار معا فأصبح هذان الوقتان من أفضل أوقات اليوم لاجتماع الليل والنهار معا فيهما فهما وقت الإيلاج ووقت الخروج قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ذاك وقت تتضاعف في العمال فكل عمل يعمل في هذا الوقت يكتب في عمل الليل وعمل النهار ذا يضاعف ولهذا صلاة الفجر تكتب كم مرة؟ مرتين مرة يكتبها ملائكة الليل ومرة يكتبها ملائكة النهار صلاة العصر تكتب مرتين مرة يكتبها ملائكة النهار والمرة الثانية يكتبها ملائكة الليل فأصبحت الصلوات الفعلية المكتوبة فقط سبعة خمس صلوات واثنتين مضروبة في اثنين مثلا صلات المغرب وحدة العشاء وحدة الفجر الفجر مرتين الليل والنهار الظهر وحدة العصر العصر واثنتين المغرب وحدة صار الجميع كم؟ سبعة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لكن هذا في ميزان الله سبحانه وتعالى ثم ضربت السبعة في عشر من جاء بالحسن فله عشر أمثالها صارت كم سبعة في عشر سبعين سبعين منتهى العمل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم يعني من وصل السبعين غفر له من العمل في العمل وهي مضروبة في سبعين أساس ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يقتسل منه كل يوم خمس مرات يبقى عليه من درنه من شيء قالوا لا قال فذلكم مثل الصلاوات الخمس ما نبشي بعيد عن موضوعنا هذا كلام عن ليلة نأتي إلى كلمة القدر ما معنى القدر القدر في اللغة مشتق من ماذا؟ هو مصدر إما أن تكون من قدر يقدر قدراً وتقديراً فيكون من القدر والتقدير وإما أن تكون من قدر يقدر قدراً بمعنى ضيق يضيق تضييقاً فتكون بمعنى التضييق ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله يعني من ضيق عليه في رزقه وذنون الذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إذن الأقوال الواردة في كلمة القدر التي أضيفت لها الليلة تصل كم قول إلى خمسة أقوال قول الأول أن القدر هو المكانة تقول فلان ذا قدر عظيم فتكون ليلة القدر ليلة ذات مكانة ومنزلة وعظمة ومنه قول الله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره أي ما عظموه حق تعظيمه ومن ذلك المعنى إذا كانت ليلة القدر هي ليلة التعظيم فما سر تعظيمها الذين فسروا القدر بالعظمة اختلفوا في سر تعظيم ليلة القدر فمنهم من قال لأنها ليلة أنزل فيها القرآن اختارها الله لإنزال أعظم كتاب إذن فهي أعظم ليلة لأن الزمان يشرف بما حصل فيه والمكان يشرف بما حصل فيه فلما كانت مكة حاوية بيت الله كانت أشرف بقع ولما كانت ليلة القدر نازل فيها كتاب الله كلام الله صارت أشرف ليلة فالزمان يشرف بما فعل فيه والمكان يشرف بما فعل عليه طيب وقيل لأن الملائكة تتنزل فيها نزولا لا يحصل في غيرها تتنزل الملائكة والروح فكانت ليلة ذات قدر تعرفها الملائكة فتنزل فيها وقيل إن الله عز وجل أيضا ينزل فيها من البركة والخير والرحمة إلى الأرض ما لا ينزل من قبل ولا من بعد فاختاء فكانت ذات قدر بين الليالي وقيل إنها سميت ذات قدر لأن الطاعة فيها ذات قدر عظيم عند الله فصلاة في ليلة القدر لا تساويها صلاة لماذا؟ لأنها مضروبة في كم؟ في ألف شهر طيب ألف شهر كم فيها من يوم؟ ثلاثين ألف يوم وثلاثين ألف يوم كم فيها من ساعة؟ سبعمائة وعشرين ضرب ستين ساعة ستين دقيقة الصلاة كم تأخذ منكم دقيقة؟ عشر دقائق عشر؟ إذن ثلاثمائة وكم؟ كم قلتوا العدد؟ أضربها في ستة بس عشر دقائق أربعة مليون؟ كم؟ سبعة مليون صلاة صلاة واحدة مضروبة في سبعة مليون هذه الضربة الأولى ثم أضربها في عشر سبعة مليون في عشر كم تكون؟ سبعين مليون صلاة ثم إذا كانت في مكة أضربها في مئة ألف سبعين مليون ضرب مئة ألف كم تكون؟ هذا لو ريالات ما حتى أخر عن مكة إذن هذا أجر صلاة واحدة فكيف بصلاتين؟ كيف بثلاثة؟ كيف بصلات التراويح؟ كيف بصلات القيام؟ ليلة القدر من فرط فيها خسر عمره وقيل سميت ليلة القدر ليلة القدر من التضيق وما هو السر التضيق؟ وأي ضيق فيها؟ قيل لأن الأرض تضيق بالملائكة من كثرتها إذا كانت السماء ضاقت بهم ليس فيها موضع أربع عصاب علا وملك ساجر أو قائم أو راكع كيف لو نزلوا على الأرض فلا تجد في الأرض موضع أصبع علا وملك فيه ليلة القدر تم تلي الأرض بالملائك وذلك قال تعالى تنزل الملائكة الملائكة الألف واللام دلت على استغراق والاستغراق الجنس أي الملائكة عموم الملائكة والروح بعد حتى جبريل ينزل ليلة القدر كفيها فضل أن جبريل ينزل إحياء لنزول القرآن فيها إلى الأرض وقيل سميت بليلة القدر ليلة الضيق ليس أن الأرض تضيق بالملائكة لكنها ليلة ضيق على أهل العلم أمرها فما عرفوا أين هي ولهذا سئل عنها ابن مسعود سألوا قالوا له متى ليلة القدر قال من قام ليالي الحول أدرك ليلة القدر يعني من قام ليالي العام كلها أدرك ليلة القدر فذهبوا إلى ابن عباس قالوا أنتم ما سمعت إلى أبي بن كعب قالوا ما سمعت ما يقول ابن مسعود يقول من قام الحول أدرك ليلة القدر قال عفى الله علىه وغفر الله له والله إنه ليعلم إنها في رمضان وأن الله عز وجل قال إن أنزلناه في ليلة القدر ثم قال شهر رمضان الذي ونزل في القرى وإنه ليعلم إنها في العشر لواخر من رمضان وإني لأعلم إنها في ليلة سبعين وعشرين سنأتي إلى تحديدها عندما نتكلم عن معناها طيب وقيل سميت بليلة القدر لأن من قامها من الناس أعطي قدرا عند الله وعند ملائكة الله هذا الذي قام ليلة القدر يصبح معروف عرفتم وقيل سميت بليلة القدر لأنها ليلة القضاء والحكم فالله عز وجل يقضي فيها أمر العام كله ويفرق فيها ويدبر فيها أمر العام كله أمر حياة الأحياء أمر موت الأموات أمر الولادات أمر كل خير وكل شر يدبر فيها الأمور كله فينادي الله كل ملك ويعطيه تدبير العام المتعلق بالعام كله ينادي ملك الأرزاق ميكايل فيعطى رزق كل مرزوق أولد أو لم يولد أفلان له كذا تنفس كذا شراب كذا أكل كذا لباس كذا أفلاس كذا كذا إلى آخر ويأخذ الملك ملك الرزق ميكايل وأعوانه تدبير الرزق ملك الموت وأعوانه تدبير الموت الملائكة المكلفة بالأرواح لإصالها في الأجساد كل ملك يعرف كم روح بيودي إلى رحم كم مرأة فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق من اللوحة المحفوظ ويوزع على ملائكة التدبير في ليلة القدر وقيل سميت بليلة القدر أنها ليلة اختارها الله من بين الليالي وأعطاها لرسول ذا قدر بين الرسل وأنزل فيها كتابا ذا قدر بين الكتب وخص بها أمة ذات قدر بين الأمم من الكتاب؟ ما الكتاب؟ القرآن من الرسول؟ محمد ما هي الأمة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم فخصت بهذه الليلة كما خصت بيوم الجمعة فيكون الله خص هذه الأمة بيوم وخصها بليلة اليوم ما هو؟ يوم الجمعة ضل عنه اليهود وضل عنه النصارى اليهود أخذوا السبت والنصارى أخذوا الأحد وأضلهم الله عن يوم الجمعة وهو أفضل للأيام ثم أعطانا ليلة القدر وهي أفضل الليالي فجمع الله لنا فضل الليل وفضل النهر نعم هذا بالنسبة لكلمة ليلة القدر علامات ليلة القدر هل لها علامة؟ لها علامات ذي ليلتها في نفس الليلة وعلامات بعد المضي أما علاماتها في نفس الليلة فأولها أنها ليلة مشرقة من غير قمر ليلة منيرة من غير قمر ويتبين ذلك إذا خرشت من المدينة إذا خرشت من المدينة وأضواء المدينة تتبين لك الليلة بأضوح لأنها مشرقة ولا قمر فيها هذه واحدة أثنين أنها ليلة سمحة طلقة لا حر ولا برد ليست بالحارة تحتاج تشغل مكيف أو تشغل وليست بالباردة تحتاج تلبس فيه فهي ليلة متساوية معتدلة لا حر ولا برد أنها أيضاً ليلة تتضح فيها الكواكب الخفية يعني لو تنظر السماء في غير ليلة القدر تشوف نجوم وتشوف نجوم خفية في ليلة القدر تتضح لك النجوم كلها الخفية وغير الخفية فتتجلى فيها وتتزين فيها السماء على أحسن ما يكون ولهذا الله عز وجل يقولنا زين السماء بزينة الكواكب تلك الزينة تتجلى في ليلة القدر أكثر ما تتجلى أيضاً ليلة لا يرمى فيها بالشهب يعني كل ليلة ممكن يرمى فيها شيطان تشوف نجم وشهاب يمين يسار إلى ليلة القدر ما فيها رمي بالشهب لماذا؟ لأن الشياطين ما تتحرك فيها إني أرى ما لا ترون هذا يوم بدر وفي كل ليلة قدر يقول الشيطان منه لذلك إني أرى ما لا ترون والشياطين في ليلة قدر لا يتحركون ما أحد يتحرك مكان مصفدون هم يصفدون في سائر العام لكن يتحركون بالأصفدة يعني الصفد سلسال القيد فهم يتحركون مقيدون فالمقيد حركت ضعيفة لكن في ليلة القدر لا حركة حتى اللي يسرقون السمع أو يروحوا يمين يسار لا ليلة القدر لا حركة فيها لشيطان ولذلك سماها الله ليلة سلام السلام لا يحصل إلا إذا استراح العالم من إبليس سلام هي ما في إبليس ما فيه شياطين حتى الشهب التي ترمي الشياطين ما ترمى في ليلتها الله عز وجل يقول عن رمي الشياطين والصافات صفا فالساجرات سجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماء وتردما بينهما رب المشرق إننا زيئنا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقلفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب هذا لا يحصل في ليلة القتر لأن لا أحد يخطف خطفة من الشياطين ولا أحد يقرب من السماء لأن الملائكة تتنزل ونزول الملائكة هو سبب هروب الشياطين فاهمين تنزل الملائكة روح فيها طيب من علاماتها أيضا أنها ليلة قد ينزل فيها غيث مطر قل أو كثر عندك وعند غيرك لا بد في ليلتها في الغالب ينزل فيها مطرا قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت ليلة القدر وأريت صبيحتها أني أسجد في طين وماء فكان النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة ليلة إحدى وعشرين وقيل ثلاث وعشرين يسجد في الطين والماء ورأى بعض الصحابة على جبهته وأنفه أثر الطين والماء هذه العلامات في ليلة القدر طيب مضت كيف تعرفها بعد مضيها علاماتها بعد مضيها علامة وحدها وهي أن تطلع الشمس صبيحتها بيضاء كالقمر ليلة تمامي هذا الرواية الرواية الثانية تطلع حمراء لا شعاء لها تستطيع تنظر إليها الرواية الثالثة تطلع الشمس لا شعاء لها من غير نظر إلى لونها حمراء والله صفراء والله بيضاء والسبب في ذلك ما هو السبب في كون فجر ليلة القدر الشمس لا شعاء لها ما هو السبب؟ في سببين نزول ملائكة وهم يور والنور يطفي النار كما يقول ورد في حديث جهنم أن المؤمن إذا مر فوق جهنم تقول له جهنم يا مؤمن أعبر فقد أطفأ نورك وهجي فنزول الملائكة وهم خلقوا من نور وصعود الأعمال الصالحة وهي نور على نور يطفي من وهج الشمس يوم الذي بعد ليلة القدر وقيل إن سبب ذلك أنه كل يوم تطلع في الشمس تطلع بين قرني شيطان فيزيدها وهجا شيطان خلق من إيش؟ من نار واجتماعه مع الشمس نار على نار فيزيدها ذلك وهجا إلا يوم ليلة القدر تطلع الشمس كما خلق الله من غير قرني الشيطان فتطلع من غير أشعة من غير أشعة وهذا لمدة محددة يعني حتى ترتفع قيد الرمح ورمحين ثم ترجع لها أشعةها طيب ما هو السبب ليلة القدر؟ لماذا ليلة القدر؟ ليلة القدر سببها بعد فضل الله محمد صلى الله عليه وسلم وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويقرأ القرى فمر على قصة نوح عليه السلام فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً قال ربي إنك قد أعطيت الأمم قبلي والأنبياء قبلي أعماراً طويلة فيعملوا كثيراً فيعظم أجرهم عندك وتعلوا منازلهم في الجنة فأنزل الله إننا أعطيناك الكوثر يعني نعطيك الخير الكثير ومن ذلك الكوثر في الدنيا ليلة القدر ومن ذلك الكوثر في الآخرة نهر الكوثر وهو أكبر حوض أكبر نهر في الجنة يصب في أكبر حوض وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك فهي إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وإكرام لأمته وأيضاً مناسب لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الليلة التي نزل فيها القرآن أحق بها الناس من؟ محمد صلى الله عليه وسلم من نزل القرآن على قلبه ثم أمته اختلف العلماء في ليلة القدر هل هي كانت خاصة ثم رفعت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم رفعت العاد في ليلة القدر أو أنها باقية وسبب الخلاف حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر الصحابة في خبر ليلة القدر تلاحى رجلان اختلفوا هي ليلة كذا يرتفعت الأصوات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليُخبرهم بالليلة فرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فلما رفعوا أصواتهم عاقب الله الأم كلها بسبب رجلين رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أيها الناس إني خرجت لأعلمكم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلاء يعني رفع صواتهم وتشاحنوا فروفعت فلتمسوها في تسع بقين في سبع بقين في خمسين بقين دخل النمساصا ويظهر عليه الحزن قوله فروفعت قال بعضه للعلم رفعها معناها أنها انتهت رفعت عن الأمة وهذا القول باطل لماذا؟ لأن نفس الحديث قال فيه فلتمسوها فلو كانت رفعت بالكلية لما أمر بالتماسها فاهمين إذن ما الذي رفع النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب رفع العلم بها رفع تحديدها وبقية هي موجودة مثلاً لو أن شخص عنده شيء ثمين يخاف عليه وهو في بر فقال هذا الذهب أو هذا الكنز أو هذا الخير سأدفنه في هذا المكان فدفنه ثم قال العلامة هي شجرة هذه ثم راح ونام فلما جاء يبحث عنه وجد فعلاً أشجار كثيرة في عشرة أشجار متشابهة يقول والله إني دفنت الشيء عند أصل شجرة لكن لا أدري أي هذه الشجرة وهذه الششرات عشرة فتشوا من فتش فيها كلها وجد ومن اغتصر على واحدة ممكن يوفق وممكن ما يوفق طيب العلة في إخفائها لماذا؟ عرفنا السبب سبب الإخفاء هو الملاحات لكن الحكمة من إخفائها قيل في الحكمة من إخفائها حتى يجتهد الناس في طلبها وحتى أيضاً وعائشة رضي الله عنها لها كلام جميل في إخفاء ليلة القدر سئلت عنها فقالت إن الله أخفى ليلة القدر كما أخفى صلاة الوسطى بين الصلوات واسمه لعظاً بين الأسماء وأخفى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتى يحافظ على هذه كلها على صلوات الخمس وعلى قيام الليالي العشر وعلى الدعاء بشميع إسماء الله الحسنى طيب نذكر الخصائص ثم ندخل في التفسير خصائص ليلة القدر هل لها خصائص؟ لها خصائص لها ثمان خصائص الخاصية الأولى أنها الليلة الوحيدة التي أنزل فيها القرآن إننا أنزلناه في ليلة القدر وهذه الخاصية اختلف العلماء في تحديدها فقيل نزل القرآن فيها جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العز وقيل ابتدأ فيها نزول القرآن من بيت العز إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول ما نزل عليه في ليلة القدر وقيلهما معاً وقيلهماً وقيلهماً نزل جملةً وابتدأ النزول منجماً أيضاً هي ليلة مباركة كما قال تعالى إننا أنزلناه في ليلة مباركة وبركتها تكون في الأعمال وتكون في الأرزاق وتكون في الأقوال وتكون في كل شيء أي شيء تفعله يكون مبارك في ليلة القدر ولهذا هي ليلة مباركة كما قال تعالى إننا أنزلناه في ليلة مباركة إن أول بيت نضيع للناس للذي ببكه مباركاً أي شيء حوله صار مبارك ما زمزم لو لم يكن جنب الكعبة لما تبارك فاهمين مبارك فأصبح ما زمزم مبارك المقام مبارك البيت كل مبارك مكة كلها مباركة بسبب بركة البيت كذلك ليلة القدر ليلة مباركة من أولها إلى آخرها والبركة الزيادة والنمى كل عبادة فيها زيادة ونمى كل رزق فيها زيادة ونمى كل خير فيها زيادة ونمى فكل شيء فيها ينمو ويزيد ولذلك اتق الله أن تعصي الله في ليلة القدر فنخشى أن يكون المعصي سبب لزوال بركتها عنك يقول الله عز وجل أيضاً من خصائصها أنها ليلة التفريقي تفريقي الأوامر فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق من اللوح المحفوظ ويفرق بين الملائكة للتنفيذ ليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر ليلة قيامها سبب للمغفرة من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفرة لهما تقدم الذنبي ليلة تتنزل في الملائكة عموماً وجبريل خصوصاً تنزل الملائكة والروح ليلة هي ليلة سلام من أولها إلى آخرها ليلة هي من أفضل ليالي العام على الإطلاق إلى آخره هذه من الخصائف أفضل الأعمال فيها تلاوة القرآن إننا أنزلناه في ليلة القدر فأفضل ما تفعله في ليلة القدر أن تتلو القرآن وتتدبره ثانياً الدعاء لأن الدعاء فيها مستجاب لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل قال لها أمرها بالدعاء قال أقولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني ومنها الصدقة من أفضل الأعمال في ليلة القدر الصدقة وهذه الليالي العشر إياك إياك أن تمر عليك ليلة وأنت ما تصدقت فتصدق في كل ساعة إذا سطعت أو ساعتين لعلك توفق بصدقة يتقبلها الله فيغفر الله لك إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سياتكم أيضاً ليلة عفو وصفح إذا كان أحد ظلمك وأحد أهانك وعندك قضية وعندك مشكلة في مثل ليلة القدر هي ليلة الصفح إن الله عفو كريم ويحب العفو ويحب الصفحة كما قال تعالى والكاظمين الغيظة والعافنة عن الناس والله يحب المحسنين ليلة الاعتكاف يعني إذا عرفتها فاعتكفها أن تدخل المسجد الذي تريد الاعتكاف فيه قبل غروب الشمس وأن تبقى فيه حتى تصلي الفجر ليلة هي ليلة ذكر لله فالله عز وجل يحب الذكر وأحب الذكر إلى الله سبحانه وتعالى ما شرعه ومن ذلك التسبيح والتهليل وتكبير كلمتاني حبيبتان إلى الرحمن ذقيلتان في الميزان خفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أيضا الاستغفار لأن الله يحب المستغفرين فالاستغفار في ليلة القدر المطلوب وكذلك الأمر بالمعروف ونيع المنكر وسائل الأعمال الصالحة نأتي بعد هذا إلى التفسير قال الله جل وعلا إنّا أنزلناه في ليلة القدر إنّا ضمير العظمة ولا يستعمل هذا الضمير في القرآن إلا للأمور العظيمة إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً إنّا أعطيناك الكوثر إنّا نحن نريث الأرض ومن عليها إنّا أنزلناه في ليلة القدر فكل أمر عظيم يستفتح بضمير العظمة إنّا والأمر الذي ليس كذلك يكون بالضمير الآخر إني مثلاً إني جاعل في الأرض خليفة خلق آدم وشعله في الأرض خليفة هذا أمر عادي جعل آدم في الأرض أمر عادي ليس مثل إنزال القرآن على الأرض أيهم أعظم إنزال القرآن على الأرض وهو كلام الله أو إنزال آدم على الأرض أيّة أعظم القرآن لك قال في القرآن إنا أنزلناه وقال عن آدم إني جاعل في الأرض خليف فكانت إنا دلت على تعظيم ما بعدها إنا نحن نريث الأرض إلى آخره إنا أنزلناه أنزلناه والإنزال يكون من الأعلى للأدنى وفي هذا رد على من قال أن القرآن من النبي صاصل فلو كان من النبي صاصل فلنما كان نازل النبي صاصل كان على الأرض والإنزال يدل على أنه من عند العلي الكبير سبحانه وتعالى فنزل به جبريل من عند الله سبحانه وتعالى إلى قلب محمد صاصل نزل به الروح الأمين إنا أنزلناه وهذا النزال تولاه من؟ جبريل عليه السلام بأمر الله نزل به الروح الأمين إنا أنزلناه في ليلة القدري في دلت على الظرفية والليلة ظرف كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن طيب هل أنزل القرآن في شهر رمضان كلها من أول إلى آخر لا أنزل في ليلة منه طيب هذه الليلة هل أنزل القرآن فيها كلها من أول إلى آخر أو أنزل في ساعة منها؟ أنزل في ساعة منها فهمتوا أنزل القرآن في ساعة من ليلة القدر إذن أي ساعة لذلك الساعة مخفية فقم من أولها لآخرها بإذن الله تعالى توفق لقيامها ننزلناه في ليلة القدر وما أدراك وما يدريك هاتان العبارتان في القرآن بينهما فرق ما أدراك لا تأتي إلا في أمر عند النبي صلى الله عليه وسلم عنه علم وليس محيطا به وما يدريك تأتي في شيء لا يعلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة هو يعلم عن القارعة لكن لا يحيط بها علما الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة يعلم عن الحاقة لكن لا يحيط بها ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر علم عن ليلة القدر لكن لا يحط بفضلها ومكانتها وغير ذلك لكن يدريك تدل على أنه لا علم له بشيء وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا لا علم له ما يدري متى الساعة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع ذكر لا يعلم لأن هذا علم عند الله عرفتم؟ طيب وما أدراك ما ليلة القدر تكرار ليلة القدر مرتين دل على أهميتها ومكانتها لم يقل وما أدراك ما هي كما قال في جهنم قال وما أدراك ما هي نار حامية لكن ليلة القدر ما قال وما أدراك ما هي وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر الخيرية هنا مطلقة لأنها نكر في سياق الإثبات تفيد العموم فكل أيام الشهر وكل ليالي الشهر ما عدا ليلة القدر لو جمع وليلة القدر وحدها عبادتك في هذه الليلة أحب إلى الله من عبادتك سائر هذه الأشهر ثلاثين ألف ليلة ألف شهر ثلاثين ألف ليلة تعبد الله فيها كلها من أولها إلى آخرها عند الله الليلة الوحدة يحسن من ثلاثين ألف ألف شهر يعني ثلاثين ألف لأن الشهر كم يوم ثلاثين ثلاثين ألف ليلة خير منها عبادة ليلة وحدة هذا فضل الله نعم خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها الملائكة تتنزل فيها لماذا؟ لامتثال أمر الله جل وعلا يأخذون من الله الأوامر وينزلون تعظيما لهذه الليلة وتقديرا لنزول القرآن وتنفيذا لأمر الله ومشاركة للصالحين في عبادتهم وتأمينا على دعائهم ومن هنا قال بعضها للعلم أفضل الأعمال في ليلة القدر الدعاء لأن الملائكة تؤمن على دعاء الداعين وقيل أفضل الأعمال للقرآن لأن الملائكة تستمع لتلاوة التالين ومجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذلك يكون في ليلة القدر أكثر ما يكون نعم تنزل الملائكة والروح الروح قيل جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك وقيل الروح جنس من الملائكة خلقهم الله لا تراهم الملائكة العاديين فتكون ملائكة جنسين كما أن الثقلين جنسين هناك في الأرض إنس وجن الجن يرون الإنس والإنس لا يرونهم كذلك الملائكة الصنفين الملائكة المعروفين وجنس اسمه الروح وهذا قال به القرطب وغيره والصحيح أن المرادة بالروح هنا جبريل عليه الصلاة والسلام هي حتى مطلع الفجر أي تبدأ من وقتها إلى مطلع الفجر وقتها متى عند الملائكة من صلاة العصر وعند الناس من صلاة المغرب طيب هي حتى مطلع الفجر الآن نختم بتحديدها ما ورد في التحديد قيل هي في العام كله وهذا مذهب ابن مسعود وأغلب السلف يقومون العام كله في كل ليلة طلباً ليلة القدر ومن قام العام كله إجباعاً قام ليلة القدر لكن طلبها في العام طلبها في 360 ليلة طلبها في رمضان من قام رمضان كله قام ليلة القدر طلبها في 30 ليلة طلبها في 10 ليالي طلبها في 7 ليالي سنأتي إلى الكلام فيها وقيل هي في شهر رمضان إجماعاً لقول الله عزوجة رمضان الذي أنزل في القرآن وقد قال إننا أنزلناه في الهاتف القدر وقيل هي في العشر الأوسط من رمضان في العشر الأوسط من رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام العشر الأوسط من رمضان وجاءه جبريل وقد نزل في الوسط من رمضان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان في قوله تعالى يوم التقى الجمعان معنى المعنى الأول التقوا بالفعل وهذا يوم بدر والمعنى الثاني يلتقون الجمعان جمع السماوات وجمع الأرض وهذا في ليلة القدر ويوم الفرقان يجمعا في العشر الأوسط القول الثالث أنها في العشر الأواخر وهذا صح الأقوال ودلت عليه الأدلة الكثيرة المتواترة من السنة إني أرى رؤاكم قد تواطت فالتمسوا في العشر الأواخر جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قام العشر الأوسط من رمضان فقال إن الذي تطلبه أمامك فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا فإن الذي تطلبونه أمامكم يعني باقي في العشر الأخير ودائما الثلث الآخر من الأشياء يصطفيه الله جل وعلا فالدنيا ثلاثة ثلاث ذلثها الآخر أمة محمد صلى الله عليه وسلم والنهار ثلاثة ثلاث الثلث الآخر منه الليل وقد اختاره الله عز وجل نزولي فيه كما قال تعالى ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلاث الليل الآخر والعام ثلاثة ثلاث على أربعة 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 الأشهر الأربعة الأخيرة منه شهر رمضان وأشهر الحج وهما أفضل وهذه أفضل أشهر العام لما فيها من العبادات والخصائص إذن بقيت الآن معنا العشر لا واخر من رمضان خلينا نعرف ليلة القدر في أي هذه العشر قيل متنقلة في العشر على حسب السنوات يعني سنة هذه 21 سنة اللي بعدها 22 سنة اللي بعدها 23 سنة اللي بعدها 24 وهكذا هذا قول وقيل متنقلة في أوتار العشر الأواخر سنة هذه 21 سنة اللي بعدها 23 سنة اللي بعدها 25 سنة اللي بعدها 27 وقيل ثابتة في 27 وهذا كان قلعب بن عباس رضي الله عنه وأبي بن كعب وبعض الصحابة واستدلوا عليه بالقرآن واستدلوا عليه أيضا ببعض السنة من أدلتهم أن الله جل وعلا أنزل سورة القدر وجعل كلماتها 30 كلمة وكلمة رقم 27 هي فقال تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر خمسة وما أدراك ما ليلة القدر خمسة خمسة على خمسة كم؟ عشرة تنزلوا ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف خمسة عشر شهر تنزلوا الملائكة والروح فيها هذه عشرين من كل أمر سلام أنا قطعتش نسيت حاجة بإذن رب نسيت كلمتين تنزلوا الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي 27 حتى مطلع الفجر انتهت السورة بثلاثين كلمة والشهر ثلاثين يوم وهي تقابل سبعة وعشرين زين؟ أيضاً استدلوا بحروف القرآن قالوا ليلة القدر تسع أحرف وتكررت ثلاث مرات في سورة القدر فتكون لا أي لأة هذه الربعة القادر خمسة أربعة زياد خمسة تسعة تسعة في ثلاثة سبعة وعشرين وما تكررت إلا ثلاث مرات الذين قالوا إنها ثابتة أيضاً منهم من قال ثابتة إذا وافقت ليلة جمعة ويتراً إذا وافقت في العشر الأواخر ليلة جمعة وافقت ويتراً صارت ليلة جمعة ليلة واحد وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين أو ليلة خمسة وعشرين أو ليلة سبعة وعشرين أو ليلة السبعة وعشرين فإذا وافقت كانت هي ليلة القدر لأنها الليلة الغرى كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إنها يوم الاثنين ليلة الثلاثاء دائماً إذا وافقت وترا يوم الاثنين ليلة الثلاثة إذا وافقت وترا وستدل أصحاب هذا القول بأن الله عز وجل قال إننا نزلناه في ليلة القدر والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاثنين هو أول يوم نبئت فيه يعني نزل عليه الوحي ووحي نزل ليلة القدر إذن تكون يوم الاثنين ليلة الثلاثة إذا وافقت وترا وقيل إنها متنقلة في الشفع دون الأوتار وذلك بسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم فالتمسوها لتسع بقينا تسع بقينا يعني ليلة 22 يعني خلي يوم 21 يعدي والتمس في التسعة الباقية التسعة الباقية واحد منها كم؟ 22 أو خمس بقينا عفواً أو سبع بقينا سبع بقينا كم؟ 24 خمس بقينا 26 لا أكم؟ 24 26 فيصبح العدد من آخر الشهر إذن هذه العشر إما أن تعدها من 20 إلى 30 أو تعدها من 30 إلى 20 فإن عددتها من 20 إلى 30 كان الوتر 21 23 25 27 29 وإن عددتها من 30 إلى 20 كان الوتر كم؟ 30 28 26 يصبح هذه الأوتار 32 يصبح واحد و28 يصبح ثلاثة بقينا وهكذا كل شفع يصبح وتر إذن أصبحت العشر كلها قابلة لأن تكون أوتار واضح هذا وصلى الله وسلم وبركة على سيدنا محمد هذا اختصار ما تم إراده في ليلة القدر ترجمة نانسي قنقر